أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى عزيزي المشاهدين فقرتنا الأسبوعية الدائمة مع أربعة من نقاطنا الرياضيين الكبار الحقيقة وأسد زيتنا الحقيقة مش نقاط الرياضيين ولكنهم كتاب في كل واحد في جاريته وكل واحد في موقعه ناس دايماً الحقيقة كنا بناخد بأراءهم لأنهم لهم أراء جريئة وأراء إيجابية دائماً خلوني أبدأ بأستاذنا أستاذ جمال الزهيل إزايك أستاذ جمال الزهيل إزايك كابتن وحشنا جداً يعني أسبوع بس لكن وحش نورك أسبوع بيحصل في حالة كتير كنا سعى حضراتك طيب أيضاً أستاذنا الأستاذ محمود صبري زكا أستاذ محمود شرف ومنور كالعادة دائماً أيضاً أستاذنا أستاذ سامي عبد الفتاة زكا أستاذنا إزايك خير ربنا حضراتك كابتن الإسلام الحمد لله طمام وسعيد دايماً وجود من الأخبة دي ووجود معاك ربنا أخليك أيضاً أستاذنا الأستاذ عصام شانتوت زكا أستاذنا إزايك كابتن إزايك خضراتك دايماً كده ربي كل خير في الصحبة الجميلة دايماً منورنا والحقيقة دايماً بنستمتع بقراءكم عشان كده أنا لازم أبدأ بأهم موضوع وهو عودة الجمهور كيف يعود الجمهور إلى المدرجات مرة أخرى خلال الفترة القادمة طبعاً الجمهور بدأ غياب الجمهور بسبب التعصب وبسبب الشغب وبسبب أمور من هذا النوع الأمور هديت شوية مع الوقت لكن الحقيقة جات بقى كورونا لتمنع الجماهير مش عن الملاعب المصرية فقط عن العالم كله إنما عودة الجمهور مسألة مرتبطة بالنظام اللي بيطبق داخل الملاعب نظام إدارة المباريات نظام دخول وخروج اللاعبين معاقبة المخطئين لما يبقى في حد بيغلط أو بيتجاوز لابد من عقابه عشان يبقى فيه التزام زي ما كانت ملاعبنا زمان يا كابتن إسلام الناس كان بتدخل وكل واحد بيشجع فرقته ودون أي تعرض للفرق الأخرى أو لجماهير الفرق الأخرى فنمرت واحد تطبيق القانون لا عالب برضو خلينا نتكلم بصدق في هذا الموضوع ده ما بتقفل المناوشات اللطيفة العادية دي عادية جدا اللي بتحصل في كل أنحاء العادية دي طبيعية دي أنا مش بقصدها خالص أنا اللي بقصده إنه يبقى فيه حملات موجهة ضد ناس ضد فريق ضد لعيبة معينة وتصل الأمور إلى درجات سيئة جدا من الخروج عن الأداب العامة لكن طبيعي جدا إنه يبقى فيه نوع من مش هقول تلاسن بس فيه زار مقبول وفيه زار مقبول مش مقبول فلابد من معرفة المتسببين وزي ما بنشوف في الملاعب الأوروبية كابتن ناس معروفة بالاسم لأن مش كل الجمهور على فكرة هو اللي بيرتكب هذي الأخطاء طبعاً اللي بيرتكب هذي الأخطاء مجموعة محددة وقد تكون معلومة يعني معلومة شخصياً بالنسبة لمثلاً منظم المباريات فيه أشخاص معينين معروفين دول اللي إحنا بنسمع عنهم بيتحطوا في البلاك لست يمنع من دخول المباريات يمنع من دخول الملعب للتشجيع ده أمر طبيعي إنما بنظلم الجمهور العادي لو قلنا إنه الجمهور هو اللي بيمارس الشغب لا بس المشكلة إنه هذي القلة البسيطة ممكن هي اللي تقود الجماهير يعني لو واحد طلع بهتاف خارج بيبقى فيه ناس على فكرة بتقعد قبل الماتشاط تكتب الهتافات دي وتعملها على وزن شعر وحاجات يعني فيه ناس متخصصة فدول هما اللي بيسيروا الفتنة إنما الجمهور العادي كان موجود في الملاعب ويعني كان سلوكياته عادية جداً وما كانش فيه مشكلة سيد محمود بصة حضرتك إنتا لو لحظت وشفت يعني أوروبا عانتها دي ايه لما الجمهور بعد عن الدوريات بتاعها فلما جات بفرصة وتم التطعيم في كورونا يعني خمسين وستين ألف خلاص يعني الدوريات الأوروبية جاها كاملة العدد على فكرة انت بقى هاي هتبقى كاملة العدد خلاص دولي العدد خلاص خلاص هي بقى راجع الجمهور راجع بكثاف خلاص الموضوع انتهى ايه انت ده اسميه تقدر تسميه مشروع دولة مش مشروع نادي ولا مشروع اتحاد الكورة يقدرش ياخد فيه قرار يعني لازم يكون فيه دافع من الأمن نفسه بالاتفاق مع اتحاد الكورة والأندية فيه آلية الوضع إنك انت تغطي لك جهة الجمهور طبع انت عندك الآلية جاهزة انا عنده الآلية جاهزة انا عملت حاجة اسمها تذكرتي حلتلي مشكلة كبيرة جدا إنه بعرف البيانات بتاعت الناس اللي جاهي عاوزة تخش تدخل المتشاط في كل نادي عنده جمهور اللي هو عاوزة تدخل مباراة طيب هتقول لي حضرتك هل طبقت اشتراطات النيابة اللي اتعاملتها بكده وتنفزها كل مرة بروح ونتكرر نفس الكلام يعني الملاعب فيها كاميرات يعني فيها بوابات يعني المقاعد مرقمة وجهزة يعني في الفواصل موجودة وهي كل الحاجات دي موجودة في كل الملاعب طيب ده جزء مهم جدا جزء التاني ليه ما تفكرش انه جتنا ما بقى المباراة اللي على ملعب الاهل يبقى جمهور الاهل فقط ولما الاهل يلعب مباراة خارج ملعبه يبقى جمهور الفريق المنافس يعني عشان ايه تخف من حدك ايه يعني يعني ايه تقدر انت ايه لكن دي كامل السلام مش عاوزة يعني عاوزة يبدأ من دلوقتي لو في اتجاه لعودة حتى لو على الاقل خمسة هلاف مشاجع لو قلنا انا افترضنا على الاقل يبدأ من دلوقتي ترتيب وتنظيم وتتعمل يعني ورشة عمل كبيرة جدا يتم ضرح فيها ازاي يبقى الجمهور الموجودة لانه شيء مهم جدا خلاص الناس سائمت ان المدرجة النهاردة انت داخل في عشرة سنين يعني متبقى اشغل مباراة المنتخب الوطني او تحت ضغط الاتحاد الافريقي ما يبقى فيه نهائي عندك او سيما فينا خلي بالحالة دلوقتي الصحة بتدخل اكتر اه ما دي برضو من ما دي برضو من ضمن الاطار ما دي اعتبرها في اطار زي حفلة بالزبط ماشي خلاص مع انه ايه على فكرة انت عندك فرصة انه في الملعب المساحة افضل من الحفلة انه ممكن تبعد الاماكن بينك وبين الناس لكن هزا قولك من دلوقتي لو كل دول مع الامن مع الصحة مع اتحاد الكورة مع الاندية وتم طرح افكار وتنظيمة على انطلاق الموسم الجديد يوم انت حتى بدأت حتى وضعت تدريجية اساسية فانك انت بتقول للناس هترجع وتقول بقى بياناتك لازم احنا يا جماعة ده احنا سنة 2001 في نهاي دوري ابطال افريقيا من النادي الاهلي والساندونز اللي الاهلي وقتها السنة البطولة بعد 14 سنة واحنا داخلين ملعب العلوم بولانا هي ملعب ساندونز لقينا صور متعلقة الناس 2001 يعني فارق كم سنة دلوقتي عشرين سنة عاملين اصور للناس اللي عاملين عليها دولوا منعنوا كل ملعب وكل واحد ما حتود عقبته في واحد ستة شهور في واحد ترات شهور في واحد سنة يعني الناس دي خطتنا بمرحلة انت قبل كده في ايام مزارة اه العمري فارق لما كان وزير الرياضة بعتوا وفد الانجلترا عشان نتعلم ازاي يبقى فيه الامن الداخلي للملعب دوره ايه ودي طرحت فكرة كابتن اسلام ان احنا نستفيد من الخريجي كلية التربية الرياضية انهم وهم يتم توظيفهم كرجال امن داخليين في الملعب ليه بقى لانه انت عندك في انجلترا مع كل بايكة البيكة دي فيها خمسمائة مقعد مسؤول عنها اتنين امن او ثلاثة عارفين الناس اللي بيعودوا لانه هو ببيع ببيع تيكت سيلون عنده حافظ انه في عيلة اه عسام شرطوت واخده عشرين مقعد ايه وعيلة اسلام الشراطر واخده خمسين وعيلة جمال الزهور واخده سكتين فالمنطقة دي ايه فيها الظروف بس فيها الترتيبة دي انت لازم توصل اه اه انت لازم توصل ايه في الجزئية دي ان هي بقية النظام ايه عائلاته فيش حد يقدر يدخل مكان واحد يعني وما جاش وما جاشه عسام ولاده فيش حد يفضل خشوا اعيب مكانو من النهاردة بس خلي بالحضرتك يا استاذ محمود واخد استاذ سامي استاذ سامي المنشئات الرياضية الجديدة اعتقد ممثل فيها كل الاستاذ محمود والاستاذ جمال بيقوله كل المنشئات الرياضية الجديدة اه دا توفر لها المقومات المنشئات جاهزة لحق كبير جدا واصبحت متطورة والسيسم التواصل يعني فيه سيطرة فيه سيطرة افضل الضبط والربط يعني بالضبط. بالضبط. يعني أنا بضيف حاجة لأستاذ محمود قالها إن الصحة هنا بتدعم عودة الجماهية إزاي؟ يعني أنا بطرح حاجة من خلال برنامج إن ده يكون حافظ أكتر إن محدش يخش إلا المتعام. يعني دي فكرة يعني دي هتبقى حافظ كبير جدا إن الخش لازم يكون متعام ويزبط ده إلكترونيا على موبايل بتاعه إن ده إحنا بنواجه في مصر يعني شوية تكسل شوية في التطعيمات الكورونا. إزاي كان هو اللي منعنا الوقتي مش هنقول الأمن ولكن تطعيم الكورونا والتجمعات طب لازم لننازل دي يكون دخلة في أمان وتأمنها كويس وفي تباعة كويس موجود بس الشرط التطعيم ده هيكون حافظ كبير جدا إن تلاقي مصر مثلا في نصف سيزون متعامة كلها يعني دي نقطة ما اترحها من خلال البرنامج طبعا يعني الجمهور بالنسبة للكورة هو روحها هو يعني وطعمها الحلوة يعني فده بالتالي يعني أنا أنا بيتقلم جدا لما بشوف ملعبنا صامتة خليها من الجماهير كل الناس الحقيقة وكل الناس يتجاه صحيح يعني ده يعني شيء يعني وفي نفس الوقت زي ما قال السيد محمود أوروبا بتده ترجع رغم أن أوروبا ما زالت تعاني من جائحة كورونا لحد ما لكن الجمهور فيه سيطرة لحد كبير جدا ويعود الجمهور دي مهمة جدا وهتساهم في يعني كيمة الفرق الندية كله يعني كل اللاعبين بدوروا على الأهل والزمالك عشان بطولات وروعبين بطولات لكن كان فيه احنا وقلنا أنا وقلت بروح ماتش أهل وطنطة ألاقي الملعب كل مليان مشجعين طنطة يعني أو مثلا الأهل والأي ندق غزل المحلة هنا السويس وقول بقى المنصورة فطبع يعني هيمنة هيمنة الجمهورية في المحافظات دي كمان مطلوبة ده مهم جدا الفضل اللي جاي مطلوبة المحرحلة الجاي إن شاء الله أستاذ عسام أخذ رأيك برضو في المنضوع ده شوفا كابتن الحقيقة إن احنا هنتعامل مع المنطق بالأنوان الدائم الذكر واللي لازم يبقى أنوان مستمر مصر الجديدة مصر الجديدة في كل مناحي الحياة الآن تمر بتجربة بانت جدا إن احنا فعلا نسخة دولية حقيقية الحقيقة أنا مش عارف يعني علشان إيه أهل المحتوى طول الوقت عايزين حد يفكر لهم طول الوقت يروح يعرض على الأمن قبل جائحة كورونا وأثناءها كمان إنه يقول له إيه والله يا فندم عايزين ناخد الناس الملعب بس الدنيا الله يكون فعونكو بس حضرتك الظروف صعبة وإحنا عارفين جهدكم فيقول له يعني حضرتك عايز كام عايز جمهور يقول له والله إحنا يعني عشان بس طب أنت ستبقى حضرتك يا صوت العسام في النهاية هو الجمهور هو أساس كل شيء كابتن ما أنا بقول له حضرتك إنت أصلا أنا آسف يعني أي الدولة قدمت قدمت المشروع كاملا من غير ضجيب أولا النيابة العامة محام الشعب تأدبا سمت اشتراطات الفيفا اللي لازم تطبق في ملعبنا كما تطبق في كل حتى سمتها اشتراطات النيابة علشان حتى ترفع يعني إيه مسألة النومي بشكلهم مش حلو أهل المحتوى ثانيا وهو الأهم فيه الكان عشرين تسعتاشر نسخة دولية حقيقية الحجز أونلاين كما كل العالم لا دخول ليه تحت السن إلا برفقة الأهل هذا يحدث في الدوريات الخمسة الكبرى مش الكل بقى ده أنا مخصص لك الخمسة الكبرى لا يمكن أن أولاد صغيرة تاخد بعدها وتروح الملعب فالأهل مش عارفين دول راحوا فين لأنه لازال تحت أمرت ولا ايه أمر هي مجموعة شروط عشان ما استفدش يعني فيها هي مجموعة شروط تفرد لا تمنح ولا محتاجة تفكير بالزبط كده زي ما يقولك هنعمل لائحة اتحاد الكرب يقولك البند الأول موافقون لا في بنود لازم تترجم من الإنجليزي والألماني والإيطالي هي نسخة واحدة مع عدل حاجات اللي فيها علانات خمور أو كذا تمنع والباقي الترجم هنا يبقى لايحة الكرة المصرية برابطة أنداء وكذا نروح تاني للجمهور اه ده اتجاه تاني ده ما هي 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 طيب حكمل كلامنا هي نفس النسخة بعد إذن حضرتك لازم تيجي كاملة للتطبيق الدولة المصرية بس مش هينفع تخش في المحتوى فيقوله تدخل حكومي قدمتها بما فيها بناوير في الملعب ملاقة ملاية تستطيع أن تجد ما تأكله بعشرين جنيه مصري تتغدى وتشرب مية شفنا ده بعنيننا وكنت واحد من اللي يعني ربنا أكرمني واشتغلت في البطولة إذن المطلوب أن الصحة وهناك ما يسمى لجنة مكافحة كورونا جنبا إلى جنب مع أهل المحتوى بالتزامهم أنهم يقدموا المشروع كامل للدولة المستعدة مئة بالمئة بشركتها تذكر تستداد زي ما أنت عايز تقول كل دي الشركات الوطنية القبضة حضرة في المعاد تمام خلينا نطلع فاصل وبعد الفاصل هنرجع نكمل كلامنا في إطار هذا الموضوع الهم أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى عزائي المشاهدين الحقيقة برضو في إطار كلامنا عن عودة الجمهور مرة أخرى إذن هنصل لنقطة أهمة جدا وهي نبز التعصب نبز التعصب وهو اتجاه واخداش شركة لايف الحقيقة خلال الفترة اللي فاتت وش الفترة القادمة بالتنسيق طبعا مع القناة يعني وبالتالي لازم كل أمورنا تبقى واضحة كيفية نبز التعصب ما هي هو ده العنوان برضو ده عنوان رئيسي ويمكن أنا في كلامي يعني كنت مركز مش على لا مش على عودة الجمهور من كورونا لأن عودة الجمهور في ظل كورونا لها إجراءات احترازية طبعا زي ما حضراتكم أشارته هي عودة الجمهور للمشكلة الحقيقية عودة الجمهور العادي بشكل عام حتى في وجود كورونا أو عدم وجودها نعم وبالتالي هو عودة الجمهور كانت أساسية غياب الجمهور كان ليه؟ لوجود تعصب نعم والفتن والمشاكل وهو ده اللي كان بيخلي الجمهور يبقى رايح مضغوط وعنده أجندات كل واحد رايح عنده أجندة بيشتغل عليها فمهمة قوي 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 مسألة التعصب موجود في كل أنحاء العالم يعني التعصب لفائقك موجود في كل أنحاء العالم كابتن إسلام بالزبط اللي بقى اللي غير موجود وبرضو على فكرة لو سبت الحبل على الغارب لأي متعصبين على مستوى العالم هيعملوا جرائم برضو يعني مثلا زي قولك زي إيه موضوع الحزام بتاع السيارة أه طبعا جمهور الإنجليزي في اليورو مؤخرا لأ 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 كمان آه مثلا في آخر حاجة مؤخرا يعني إن حاجة كان زيارة بعملوا كوارث ضربوا جمهور الإيطالي في المباراة نهاية زي بقولك الحزام لما تفرض قانون وتعمل زي الكمامة لما تتفرض عن الناس أيو وفي عقوبة وعشان كده أنا بأكد لكن يا سيد جمال ماذا تم تم إن مش الأمن هو من يحاصر كل هذا لكن الاتحاد الإنجليزي واضح حزمة من العقوبات تنفذ معك مش أنت تحط الأمن طول الوقت وتشعب له كرة لاب مش حضرتك هو أهل المحتوى والله لا أنا بأعصد إيه حتى اتحاد الكورة اللي هو الجهة المسؤولة عن إدارة اللعبة زي ما بنتكلم على طول مشكلتنا مزم في الملعب إنك تلاقي واحد ملوش مكان في في السنتر أيو واحد عايل صغير مثلا واقف في السنتر بيتصور مع نعم أيو بيتصور مع نجم من النجوم أيو إحنا كإعلاميين أنا بقعد أتفرج لو أنا قعد في مدرج الصحفيين مثلا أو في المقصورة أو في أي مكان أنا محلمش أنزل الملعب في المكان ده أنا بقول للوقت الإرد اللي نزل تحت ده إزاي يعني يعني جامد لازم يكون له حد اللازم هو الخفيف السريع اللي نحاجات كده يعني شائع يعني لا الواحد الشائع دول الأولاد ربنا اتخلهم لهم لا لا هو بقى مش محاول عليه أيه اللي بيخلي الحكام أحيانا كمان بتغلط نايف عدم موجود نظام لو جبت أيه اللي بيخليه يبدأ الماتش والعدد المسموح بيه متغفر هو كله عندما بيعملش شغله عايز الأمر عملوله يا أستاذ جماعي لازم نظام أيو دخول وخروج وجلوس جوه الملعب في مكانك طبعا ما تتجاوزوش احنا في الدورات الأولمبية أو في الطلات العالم بتبقى ماشي بالكارت بتاعك ده الـ ID أيو عشان لو قلت ما بعرفش أقرأ أو بتاع بلون بتمشي على الخط كده بتوصل المكان بتاعك يا عم خد الخط الأصفر هيوصلك مكانك ما تقولوش بقى أنا ما بعرفش انجليزي ولا ألماني لا امشي على الخط ما بحدد لك مكان أيو بالزاب أماكنك اللي انت بتدخلها ده ده يدل على إيه على إن الأمور دي منظمة هذا النظام يخلي كل واحد يقعد في مكانه وبعدين بعد النظام الحلو وكل حاجة تمام وتذكارتي والمسائل دي كلها في العقوبة من أمين العقوبة أساءل أدب ربعا فلو انت النهضة خليت نامشي في الشارع أكسر البيوت وأكسر الواجهات بتاع المحلات طب ما خلاص أنا هعمل كده ده ده شيء ممتع للفوضويين بجد شيء ممتع للفوضوي إن هو يمشي يكسر لكن لما يعرف إنه هيتمسك وهيتعاقب حيبطل يعمل كده أستاذ محمود هو النقطة الأخيرانية دي اللي أنا له أستاذ جمال قانون الشغب موجود قانون الشغب خدنا فترة كبيرة لو تلاحظ من بدأ من الوزير العامري وقتها أنا مثلا بتعمل إعداد مشروع القانون بتاع الرياضة اتعاملت قانون الشغب موجود القانون الرياضة عامل المستشار وسامة عنديد بمواد حاكمة بأمانة شديدة يعني كنت تتمنى إن هو بعد ما تكمل اعتماد القانون في عهد الوزير خالد عبد عزيز إنه يتاخد الفقرات اللي اتعاملت لا اتشارد واتاخد فقرات العقوبات ودفع لي مدى 83 و 85 و 85 و 85 و 85 و 85 السؤال هنا الحقل عنده مين اللي يطبق القانون الشغب على الناس هل هو اتحاد الكورة وقتها اتحاد الكورة قال لك أنا ما ليش دعوة أنا ما طبقش هل تكون لحاجة أنت هروبا من المسؤولية هروبا من المسؤولية الأمن هل أنت هنا بتدي للأمن المسؤولية كل حاجة وبتحمل عليه يعني هو بأمن لك الملعب وقاعد مثلا من السلم ملعب من مبارح أو من النهاردة الصبح ووقفين لغاية مبارحة انت هنا بيطرح فكرة نحنا قلناها يا كابتن السلام إنه كنت لازم في عندك حاجة اسمها أمن الملعب يعني الأمن الجنائي يأمن دايرة الملعب لده كله الخروج لكن جوه لازم يكون عندك أمن ملعب دول بتوعك يعني موجودين حفظين عارفين أفرادك لما أقول لك في شغب جيم المدرج دا يعني مثلا مع الفارق إنه مثلا في مباراة إمانويل ديابور لما ترمت عليه موزة في وقتاله ما اتخذ القرار اتخذ قرار بمنع المدرجين دول مثلا من دخول الملعب لمدة ستة شهور كل اللي في المدرجين الكاميرات جابت اللي قطات الوشوش والناس هي اللي عملت الكلام دا هل إحنا صعب نحن نوصل رحلة دي هي صعبة والله هي موجودة في الوقت موجودة على الوقت هي موجودة بس أنا بقول لك إيه من اللي يطبق يطبق اتحاد الكرة من خلال مراقبين ليه ومن خلال ناس موجودة ما أنت إيه يتكمل منظومتك يتقول أنا مش أدها ومش أدها دير لكن تحمل اللي لكلها عايز الأمن اللي جوا والأمن اللي برا لما تخلي فيه كل أمن كل نادي كل ملعب لابد يكون ليه أفراد أمن مسؤولين طبعا متضربين وفاهمين كحاجة يا كامل الإسلام مع وجود الكاميرات ما الكاميرات دورها إيه أنها بتجيب من أين صدر الشغب من أين من وقت ما يجيه وعلى فكرة إحنا جمهورنا الغالبية جمهورنا والله جمهور طيب وعاوز الروح هناك أفراد فرضوا سيطرتهم وأصبحوا أوصاء على الجمهور وهم يجلسون في منصات التكييف يكتبون كما شون إذا لم يتم الضرب بيد من حديث على هؤلاء ومسير الفتا وما يكتب من بصات في غاية الخطورة ترك لها الأمر مشاعا يكتبون ويسردون حكايات وقصص غير حقية تم ترفيقها لأفراد وأشخاص وكيانات هؤلاء يعني يعني عاوز أقول لك بغوا أصبحوا يمتركون يعني أدوات قتلة أرعب منك تزد تتف الشارع لأنه قاعد بيقرأ في المواي بتحكي له قصة إسلام الشهر كان في الساحل وقابل فلان من مشاجعين فلان وعمل كذا 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 ده ما حصلش واصل ما حصلش وخلي بالك هنا هنا انت كامل الإسلام إيه انت هنا خلي بالك السماع خطورة الأمر في الجزء السماعي إحنا عندنا ناس عند غالبية ما بتفكرش فرام إلا يقول عليه يقول لك نقطة أساسية من نقاط القضاء على التعصب برأسه هو قطع رؤوس ها يعني أمثال هؤلاء من البداية ولابد 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 من تحرك سريع وخطير جدا إذا ما أراد تدور وأراد القائمين على إنه مجففه هذه المنافع السيئة الغريبة والبعيدة عننا وعن أخلاقنا عمرنا على مدار تاريخنا ما شفنا اللي بيحصل معنا ده الوقت عمرنا ما شفنا العلاقات ما بين الجمهير مع بعض كان ده من الجمهير حتى في عز ما في ايه ها لزمالك بتحصل برده عشان يبقى واقعين بتحصل ما شفنا عشان ما أقولها بتاخل أي ولا أما هتحصل لا بيحصل تفريغ وقت يعني عاوز ولا كيه تفريغ وقت ما تتخطش يعني هتاف ويخرس ما يخلش يعني ديئة ولو ديئتين والأمر ينتهي والماتش يقرس كل ما يشبع بعض على الفكرة لأ خين دلوقتي احنا دخل في محلية اقتتال اقتتال من خلال صفحات الفيسبوك فانا عاوز أقولك النور أمر سهل جدا كده تضبط بس تطبيق القانون والضرب بيد من حديد مش المسألة مسألة التهاون لا المسألة عايزة وقفة وقفة جد بأمانة يعني مستاذ سامي المسألة دخلت يعني أنا مش شاب برضو زي ما أقول له السمحمود الأمن يعني ما لوجه دخل بالموضوع خالص ده أمن دخل أمن ملاعب من ناحية ونظام صارم داخل المنظوم اتحاد الكورة نفسهم إيه اللي بيدرها اتحاد الكورة لاجد المحترفة المهم اللي يكون واصل للجميع إن العقوبة اللي هتواقع على جمهور ما هتأذينا دي كمان يعني دي مهمة جدا ويعني نبذ التعاصب ده يعني شعار موجود منصراحه في ندواته لما إلى أي حد نقدر نحقق ده على الأرض الواقع من خلال الاستمرار والإصرار على أن احنا نحقق فعلا منظومة قروية سليمة تشمل الجمهور والأمن الملاعب والناس اللي بيدير اللعبة نفسها تكون صارمة لديها مواد واضحة والجمهور كمان والإعلام دوره مهم كابتن الإعلام دوره مهم جدا يعني التسكين الإعلامي بدون مبرر هنا وهنا ده شيء مقزز لغاية وهو بيساعد على أن احنا نوصل لمرحلة أن احنا ما نتقدمش خطوة الأمام في الملف عبد الجماهير ده يعني حتى نقشناه في لجنة التنظيم ضبط الإعلام الرياضي في مجلس على التنظيم الإعلام نقشناه كتير لعدة شهور وكان يعني مربط الفرس هنا والمشكلة العقدة الأسسية في الإعلام الحقيقية حقيقة الإعلام محتاج يكون إعلام يعني هادي شوية وده كان حالنا زمان يعني كان حالنا زمان يعني احنا في الفترة الأخيرة بس الدينة دخلت في بعضها والناس يعني بقى الترند وال كل عايز يعمل حاجة بيقولها كل بيقوله يعني دول شعور بالمسئولية يعني احنا بنتكلم في نفس التعصب وحتى في بند هنا في لايحة المجلس الأعلى تنظيم الإعلام بيحتم فعلا على نفس التعصب من أجل الواحدة الوطنية وتحقيق السلام الاجتماعي ده شيء احنا بالفاقر فيه مجموليات جديدة يعني ده مهم جدا ان احنا يكون شعب يعني شعب على مستوى من الإدراك والفهم ان من وصلتش الرياضة تبقى شيء على اكتفنا ولكن شيء بنحبه في قلوبنا فده اللي احنا محتاجينه في الفترة الجاية ان احنا عملينه نقول الجماهير لازم ترجع الجماهير لازم ترجع قبل ما ترجع الجماهير لازم ترجع الضوابط الضوابط جميع المسؤولين ما نقولش الأمن بس الأمن فوق طاقته ده مش مسؤوليته الأمن زي ما قال لست محمود محيط الملعب ودخول وخروج ربما ربما يعني لما الدخول وخروج برضو اللي هو ضوابط برضو من أمن الملعب بتاع كل ناديه أو شركات ممكن شركات مسؤولة متخصصة تدير هذه المسألة في الأول والآخر في ملفات هذا بن آدم هو هذا الشخص اللي هو ثوابق ما يخش يعني أسرة معيرة محترفة شغب ما تخشش يعني عايزين نوصل للمرحلة دي تنقية ملعبنا من عناصر المنصيرة للشغب وفي نفس الوقت اللاعب في الملعب هيلائي نفسه يعني مجبر على احترام المنافس ومحترام الجمهور الآخر وما يصارش بأي حال إنه يصير ما في بعض العناصر في المدرجات كابتل الإسلام بتصير وبيحصل لها رد فعل يعني ده مش جميل يعني وإن شاء الله يعني متفقلين إنه نحن نكون فترة جاية فترة وعي أكثر من كده أستاذ 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 وبرضو في نهاية الموضوع ده أنا عايز أكلم مع حضرك في أمر أهم جدا وهو إن شركة لايف الحقيقة اللي بتدير قناة نيد الأهلي وقدع على أعطقها خلال هذه الفترة والفترة السابقة إن هي دايما تكون لنبذ التعصب وإعلاء دايما مصرحة الوطن نبذ التعصب هي كلمة كبيرة جدا وكلمة واسعة جدا نقدر نتكلم فيها ولكن في النهاية إحنا بنعمل كده ليه عشان نصل في النهاية نبذ تعصب عودة جمهور للملع هي بس طبعا ما هو أنت لما بتكلم لسه بنقول شركات وطنية الجمهورية التانية مصري في عنوانها مصر الجديدة هي نسخة دولية حقيقية هؤلاء يعملون على مدار الساعة فهذا سياسية حكومات متعقبة بتسلم وتستلم كل مشروعاتنا العملاقة في مناحي كثيرة من الحياة حتى الانتاج الدرامي حتى التنقية بعض الأجواء في الشركات الكبرى مع كبراءات الصحف والقنوات وكذا كله بيصير في نفس الخط لكن الواضح جدا أن احنا لازم نقر أن ما فيش كرة ضايت وأنه من أساء يعني من أمن العقوبة أساء الأدب هي نسخة علامية الحياة فهي بدلا من نبذ التعصب التعصب ده في كل بلدان العالم هو أن تتعصب لفريقك أن تتعصب لأسرتك وهكذا لكن احنا ليه خلناها جملة فيها تورية بمعنى المفروض أن ينبذ العنف سبة ضربة كسرة لكن لا أحد يحمل أمن هذا الوطن بكل ما يحيط بمصر من مخاطر الشرطة المدنية قواتنا المسلحة تحيط مصر رغم هذا الحزام ما شاء الله بأمان مئة بالمئة واللي عايز يشوف يتفرج وهكذا من يعمل في الداخل أنت بقى ليه مش عايز تحط ضابط بالمناسبة في السينمات وفي داون تاون في مصر وفي كل العالم إنه مش عامل فيها أجنبي الشرطة تقف عند بابات السينما لا شأن لها بتسكرة الدخول أو بالتفتيش الذاتي هناك رجال أمن مدربين من أول الرجل الطيب اللي في عمارة لغاية لما بنشوفه من زماني أو اسم حمودة أو السجمالة أو السامي لابس الأميس اللبني الشيك دا والملاعب كده مفروض اللي هو الرجل بيقوله عليه السيسورة الناس الطيبين دول تمام؟ هذا الرجل إذا لم يستدأي الأمن اللي بيؤمن محيط البلاد والعباد هو غير منوت به عشان ما يحتكش بشعبه هو إلا دخله الموضوع إلا باستدعاء كم النجدة وكذا لكن الشوارع والنواصي وأماكن الترفيه والعبادة في حماية الشرطة وبالتالي رجال الأمن المدربين بيستدعوا عشان فكرة المحضرة كابتن إسلام لإمتى بقى أين هي مشروعية الأمن الرياضي اللي هو لازم يبقى عبر خريجين ليه مثلا التربية دا وهذا طرح رائع يدربه على برضو نمشي وقف يعاوز يعمل فيها كل نيل برضو لا هو لازم يبقى مدرب زي اللي بنشوفه معاديين والشوم كده زي يا كابتن لما تخلق نوع من العقوبات أنا آسف ما احترام من قانون الشغب الجزء الجنائي فيه رائع مستشاره سامة الديل بالمناسبة هذا الرجل العظيم شأنه شأن كل ما يسمى رجال النهابة العامة جابوا النموذج يا جماعة الإنجليزي وعملوه في الشأن ما يخص القانون حين يبلغ أمن الرياضة بالتالي في انجلترا جماعة واحد دفع 400 سترليني أول ما الجمهور دخل على الفكرة مش في واقعها قديمة 400 سترليني عن لفظ لمتفرج زيه مش بقى عن وقعة عنصرية أو كذا ومنع ستة شهور انت ما تطبقوش هنا ليه عشان مش عارف مين ومين ومين الشباب اللي بنقابلهم ما هو انت بقى محتاجها الدولة تخاطب هذا الاتحاد وهذه اللجنة الأولمبية لطرح هذا المشروع واعتماده وتسلم نسخ دولية حقيقية مترجمة لما يحدث في بلدان العالم مصر مش أقل من حد بما فيها من كاميرات مراقبة لهذا الأمن الجاهز وأنا بقولك فيه شركات أيضا وطنية سبحان الله وخاصة تمام؟ اللي هي شركات الأمن ده أتي اللي تتولي لكن لأن الموضوع أصلا محدش باكي عليه غير الدولة ها اللي لما عملت المشروع العظيم اللي كان عشرين تسعتاشر در ربح غير سمعة مصر لما ينفنتين يقول نسخة دولية حقيقية تمام؟ لكن الناس دي هل يحسبوا على مبيعات وتذاكر ودخلها وخرجها؟ تمام حطوهم قداما سعادتهم كابتن إسلام واطلب من الإعلام إنه يقول ننتظر بكرة بعد وكمان شهر قبل الموسم الجديد عموما منظومة كاملة من اتحاد الكرة لترتيبات أمنية تعتمدها وزارة الداخلية أنا بأشوف ده مشروح حقيقي قابل للتنفيذ تمام خلينا نطلع فاصل ونرجع برضو نتكلم عن المنتخب الأولمبي المنتخب الأولمبي وخروجه من دور دور السمتاشة دور الثمانية دور الثمانية ونرجع نكمل ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة أخرى أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين خلوني أقول لحضراتكم خبر حالا دلوقتي كابتن محمود الخطيب يدعو شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي وابريزنتيشن لايف للاجتماع وجه كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي دعوة إلى مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي للاجتماع في ساعة الثانية من بعد ظهر الأربعاء كما وجهت دعوة لحضور ذات الاجتماع إلى مجلس إدارة شركة بريزنتيشن لايف التي تدير قناة النادي الأهلي وذلك لمناقشة بعض الملفات الخاصة بخطط قناة النادي الأهلي مستقبلاً وأول بيجهز الاجتماع حواريه لحضراتكم طبعاً أو يعني آآ الكلام بتاع الاجتماع حواريه لحضراتكم على الشاشة البيانة البيانة بالزبط كتاباً فحنقول لحضراتكم مرة تانية كابتن محمود الخطيب يدعو شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي وشركة بريزنتيشن لايف للاجتماع وجه كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي دعوة إلى مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي للاجتماع في الثانية بعد الظهر الأربعاء كما وجهت دعوة لحضور ذات الاجتماع إلى مجلس إدارة شركة بريزنتيشن لايف التي تدير قناة النادي الأهلي وذلك لمناقشة بعض الملفات الخاصة بخطط خناة النادي الأهلي مستقبلا الحقيقة برضو سؤال جمال بما أننا بنتكلم عن الجمهور وعن في الأولمبياد الأخيرة احنا مشوفناش الجمهور لا طبعا بس ده لأسباب باب صحية وخاصة بكورونا مصبوط بليوم في المية بما أننا بنتكلم عن الأولمبياد بس ما كانش ممنوعة كان موجود في بعض الملاعب المفتوحة على حسب التقديرات على حسب التقديرات على حسب التقديرات يعني تقديرات مدى الخطورة بس يحضر ولا ما يحضرش في الملعب ده يعني بالزبط كده منتخبنا الأولمبي وخسارته من منتخب البرازيل وخروجه في من بطولة الألعاب الأولمبية أعتقد أن ده معرفش هالشيء كان متوقع ولا مش متوقع لا هو ما كانش متوقع أن المنتخب الأولمبي يروح أبعد من كده بكتير وهي المشكلة يعني لو حبينا نناقش أداء منتخب الأولمبي في البطولة حنقول أنه البداية كان المنتخب خايف طبعا جدا من وجوده في مجموعة بتضم أسبانيا والأرجنتين ويمكن أستراليا كانت محطوطة في الترتيب التالت يعني ومصر الرابع تقول لا أنا أقصد أنه أصعب مباراتين كانوا بالنسبة لمنتخب الأولمبي اللي هو حامل هموم جدا هي أسبانيا والأرجنتين ولذلك انعكس ده على طريقة أداء منتخب مصر من أول لحظة في مبارات أسبانيا مواضح طبعا جدا التشكيل يعتمد على كتلة دفاعية صلبة لمحاولة أنه هو ما يفاجأش بنتائج أو بنتيجة تبعده عن الأجواء يعني هو بيحاول يحقق من خلال المباراة التعادل ده أقصى حاجة نفس الأمر تكرر أمام الأرجنتين مع اختلافات بسيطة لكن نفس المفهوم اللي هو داخل يلعب بي المباراة نفس الحكاية وأعتقد أن ده يعني وصلنا للطموح أو للحلم أنك تلعب مهاجما أو تلعب بشكل هجومي ما قدامكش حل تالت ولا تاني ولا غيره أنت قدام استراليا لابد من الفوز لو ما تكسبتش خلاص أنت بره فأنت هاجمت يعني أنا بأعتقد أن المباراة طبيعة المباراة دي خلت المنتخب الأولمبي ولعبته وجهازه الفني شاء أم أبا يعني حتى شاءه غريبه وجهازه الفني فوجهه بأنهما لازم يلعبوا كده ما أنت طالع بره فعندك يعني زي ما بيقوله فرصة وحيدة هي الفوز وتنتظر بقى اللي هيجرى فاللي حصل أن أداء المنتخب أمام استراليا كان مختلف وأداء هجومي ونجح المنتخب في أنه هو يحقق الفوز ويصعد إلى دور التمانية بفارق الأهداف عن الأرجنتين تمام المباراة الأخيرة بقى اليوم مباراة البرازيل أنا شايف أنه يعني لعبتنا لعبة هذه المباراة والجهاز الفني بقدر كبير من الخوف أوكي يعني هما بدليل أنه لما تسأل أي حد فيهم يقولك كويس قوي أن إحنا خسرنا واحد صفر حولة منطقة أستاذ معمم المنطقة لا مش منطقة طبعا وده منطقة إن أنا لا لا أنا بقول قبل ما يقول يعني عشان نخسر من البرازيل واحد صفر هل ده منطق ممكن يكون منطقة لا ممكن بسأل منطقة إن أنا عايزة عيش مين لا عايزة عيش مش عايزة تبادل مش عايزة تبادل مين لا عايزة عيش معذلك انت تقعد مش هلتي مناخد بدي بس انت خطون ما انت قاعد غارق في الجزئية دي مش هتاخد خطوة. اه. يعني ايه بمعنى الكلام دي. الناس حولت حتى مشاركة المنتخب الي صراع برضو بين فايب. كل واحد بدافع عن لعبت ايه فريقه. ونسوا صمعت الكورة نفسية شخصية البطل. يعني شخصية المنتخب مصر هو بطل افريقي. يعني لما تشوف كود ديوربي. وهي بتلعب مباراة مع اسبانيا. وتجيب جول في دقيقة اتنين وتسعين مثلا او دقيقة تسعين. وتعادل بخطأ ساذج جدا. في دقيقة اتنين وتسعين او تلاتة وتسعين من مباراة. لكن فرقة ما عليش مكامل احترامي. انا حزين جدا. فرقة عندها جراء وعندها كورة ولعيبة صريعة وريحة لجون. انت رايح تلعب البطولة. يعني ايه. هل انت محدد هدفك ولا رايح مسلا بسبيل المشاركة. احنا تعبنا من العبارات اللي احنا. خلاص بسبيل المشاركة. سبيل المشاركة. منتخب تم اعداد ويضم مستقبل الكورة المصرية جايب هدفين. هدفين. يعني في كم مباراة. اسبانيا. في استراليا بس. في مرمى استراليا. طب هل تعلم ان استراليا لعبتك وغايب عنها تلات عناصر اساسيين. الهداف والباكريت افضل لعيب وصنع اللاعب. حصولهم على الارجنتين. يعني اصفاليا عدة الارجنتين درسة. حلقة. انا توقعت. رغبة من فرق الاسماء. هنفرق الاسواق. انا توقعت ايه انا بقول يا الارجنتين هي لابسها الاصفر. المعنى مش بسدى ناس كل عمل اتفارق ازاي بحصل في الماتش ده. فلانا عايز اقوله ايه. يا عامل مع كامل الاحترام اه شكرا وتعبته واكتهدنا والحمد لله صعادنا والكلام الجميل. لكن ايه النتيجة كابتن استهام? النتيجة انك انت اه بعد كل جوه ده حتى معبرتش عن نفسك. يعني انت حتى بتلاعب البرازيل. يا عم تغلب من البرازيل خمس ستة. بس العب كورتك. يعني انت خايف يعني. مات كده كده خارج. يعني انت هراح سألك سؤالك. وكان حدا يرحم. ما ماشي بالصبت. منطق انك تقول لي. ما كانش عارف نفسك. فهلعب. دفاع. وحتى الدفاع. لا ده منطق. يعني انا عايز اقولك ايه. طب انت لاحظت حاجة في المباراة. هل يجوز انت على مدار التسعين دية. ما عندكش القدرة. على انك تبني هجمة من تحت. في المباراة. ما فيش تزديدة. ده ممكن نتكلم عنه. مساء انا بتكلف الموضوع نفسه. اه. ما انا بتكلم. اه. ناس كلها بتسأل كده. اه. ما زي ما الناس لهمت. على مسلا النادي الهالي قدام. انا خالك لو فتح وقفل. واتنين سفر. وعادة الناس تضحك. اه. والكلام ده. وما عارفش احنا حجم ايه? حجم الفارق. لا محمود. هناك استحملت انت عشان الراجل قالك هواديك ونلعب عالبرونز او عالده. ما سواني بس سواني بس سواني بس سواني بس سواني. ما نعاوز اقولك على حاجة. عاوز اقولك على حاجة. انت هنا في انت في اللقطة دي. مع مشهد هنا. بتاع كاس العالم. مع مشهد هنا مع اللي حصل في تلك. ده يخلي مين يا رئيس اللي يقف في المشهد يتفرج. اه. يقول انت كمتابع وكقائم معالة على الكرة في مصر. وكمسؤول عنها. فنيا. انت ابواصل ورايح لغاية. فين? مش قادر تصلح نفسك. مسابقاتك نفسية. اسلوب طريقة لعب انا ده. يا كابتل. ده مقرANT اخلقك. انا انا عصلي. انه المشاركة. لأ ما كانش ده الطموح. انا موجة نظري. باللعب اللي عندنا ممكانياتهم. نحلة من اه الحراء والمشعرف مين اللي عاملينهم ابطال. لا المشهد اللي زاي ده كشف. لا احنا بعد قوي. قبل ما تروح بقى نحال تانية. لأ مسافة. نحال تانية في الاهل. لا لا في المنتخب قبل ما تروح لهم بدون قطع كلامك محمود انا شايف ان ده اقصى انا بقول لك كلم على الواقع اقصى طموح لمنتخب الولمبي ان هو يعمل كده. لا استاذ جمال انا. انا ما بقولش طموح. لا مش طموحنا كمصريين ومشانش. عندنا احساب. هذه الكديمة من اللاعبين هي الافضل على مدار عقود. كتورينا. استثني بس تلات اربعة نجوم سوبر طبعا وحتى دول يخلق منهم تلات اربعة نجوم سوبر. لكن لعيب الكورة على قد فهم من عور الرجل اللي كان في شارعنا بيعمل فريق بياخد رئاكشانه من المدير الفني. اذا لقاه مزعورا فانت ايضا شديد الزعر. الخوف كان متوسيد. لعيب الكورة ينتقله هذا الاحساس. هتلعبنيش بخمسة وارجع ارجع ارجع ارجع. كنت زمان بتقول تشكيل بيقول كده. مش هدنا لك. طب ما انا بقول لها تلعب بكتيبة دفعية. وبعدين تقول ازي ايه امكانياتنا. وبعدين الرد ان هي في وسط الملعب بعد المبارمة انتهي. وابتفرج الناس علينا ملمومين عشر ده عشان تقول لهم ما حدش بقى يتكلم بقى. وبعدين قدر لهم اشاء فعلي. يعني انت في مشكلة مع رب العباد يا اخي. يا اخي بعد ما تعمل اللي عليك بقول كده. لكن انت بتقول لي جملة. ما اقدرش افتح بوقي بعدها. هزا الشيء لا يطاط. هزي الفرقة لو حضراتك ورجعته كل النسخ في الجرائد الاجنبية والبرازيل واستراليا واسبانيا على راسهم كم افردت للشناوي واحجازي والوينش والكتيبة اللي تحت السن. المشاركة كتحاجة من الاتنين. اما ان تخلق جيل هو الفريق الاول وتقعد رجل على رجل ويلعبه ويتغلبه وتقول انا وديت سبعة تمانية من دول هيلعبه مع منتخب مصر الاول وهيحمله كؤوس وهيزره كساء المشين اتنين وعشرين. او فلنلعب يا اخي على الذهب والفضة او نخرج مهزومين اربعة خمسة صفر. لكن العروش والكروش. لا انا مش معا كده. لا ازا ما انا ازا ما اقدرتش. احنا ازا ما اقدرتش اكسب. اخسر خمسة صفر اه طبعا. ارعب كورتك يعني. طبعا ارعب كورتك. ارعب كورتك ارعب كورتك كورو. اخسر خمسة صفر. ارعب كورتك. ممكن تكسب يا عامل. السعودية قارت المانيا. كانش حد هيقول كده خرج. مين. ليه لو اتغلب خمسة اه ايه لا يحصل? كان اتغلب واحد دلوقتي مستنينه بوارده ولا حاجة بس كان المدير الفني ده هو بيكلم بيبنية مغض نظر عن خمسة او الواحد انا شايف ان يعني يعني خمسة احسن الواحد? لا مغض نظر بس الخوف كان موجود في الملكة. الخوف كان موجود في معلمهمش ان في حد اقوى مننا واحنا مكسورين الخطة امامهم. لو كان لديهم من الامكانيات. ميل اقال ما عندهمش. صم عندهم امكانيات جايدة. ولا لعيب جاله شد ولا اي حاجة. الراجل صلاة عشور عامل شغله. راجل كمال عبواحد عامل شغله. ووائل وشوق عاملين شغلهم. وعدوا مع الراجل قالوله يا كابتن ما ينفعش كده وش. كابتن ما اتكلمت قبل الماتش ده. اليوم الماتش ده الصبح. انا شخصيا اتكلمت. اديت نصايح رهيبة. لشوي غريب. بس الان انا بره. انا برضو يعني بأكد على نقطة الخوف دي. هي هي اللي كانت ضدنا قوي يعني ضدنا قوي من البداية من ماتش اسبانيا. وان كنت شفت ان في ماتش استراليا تخلصنا من الحالة دي ربما الحزبة بتاعتنا بتاعت اا ان احنا لازم النفوز. هاي. فيعني ازهرنا كسير من من القدرات في في الملعب. كان ممكن نستثمر هزي الحالة ونكامل. اللي حصل ان احنا ما كملناش. ليه? لان يعني برضو اسم البرازيل قدنا كتير. وانا شايف برضو اضافة لذلك ان بعض اللاعبين في منتقبنا يعني كان بيفكروا في نفسهم اكتر من من الفرقة يعني. يعني اا ده شيء يعني ما كانش مستحب خالص ان اا يعني ما عملناش هجمة يعني فرحنا ولا تسعيدنا ان احنا نوصل لمرمى للفريد البرازيلي رغم ان ده كان متاح. يعني انا مش شايف ان الفرقة يعني. كابتين احنا كنا بنلعب بخطة جون البرازيل او اسبانيا في نص الملعب. بديها واحدة في نص الملعب. يعني اا يعني بنلعب في نص ملعبنا ببدو المبرر يدعى اللزوم. ااا بعدين احنا بنتكلم في ايه? احنا ده منتخب مصر الاول. يعني ناقص من محمد صلاح وصف محمد. يعني ده تقريبا منتخب مصر الاول. ده بدينا مؤشرات يعني ان منتخبنا في المرحلة الجاية. يعني شيء مش 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 لطيف يعني. يعني بعدها باسبوع واحد نلعب في الاولمبياد. ويكون هزا العطاء بس لاحظوا الفرق. لما الاهلي فهو نادي في اخر يعني التصورات هو نادي واحد. لا يمتلك ان ياخد لعيبة من البلد بحلها. لا صدى ان ده بيدي حافز للناس في المنعف. يفترض. طيب يا شاب بس وقتنا بانتهى يا سوز جمال. عايز اسأل حالك برضو عن النادي الاهلي وتمن مباريات لدرع رقم تلاتة واربعية. التمن مباريات القادمة مباريات كؤوس تبدأ ان شاء الله من المباراة القادمة. هم. هم. اما هم. ودي. ودي ديكنا. هم. وادي ديكنا نادي الاهلي اه. لان خلاص كده النادي الاهلي بين suits اعتلاء القمة تلات نقاط. لما يعتلى القمة بازن الله من التلات نقطط القادمين هيبقى جميع سح llega انت في المنافس بتلعبوا على الغلطة الشاطر بقى مش غلطة اسلام الشاطر لا غلطة الشاطر فعلا هتبقى صعبة ولذلك من اهم ما يمكن ان فترة النادي الالي في المرحلة الجاية وده ومعتادة انا متوقع ده ما تبصش جنبها ولا تبصش تشوف ايه اللي بيحصل لا تركيز كامل تمن مباريات كؤوس النادي الالي عنده القدرة يا كابتن انه هو يكسب وعنده الامكانيات واللعيبة اللي رجعت بتاعة المنتخب الولمبي هتكون اضافة كمان لقوة الفريق فباذن الله المباريات القادمة النادي الالي ملوش دعوه باي حاجة ويركز فقط في الاحتفاظ الاحتفاظ بدرعة دولة باذن الله سوز محمود نا انا شايف انه 8 مباريات حتى الدرعة 3 او 4 اين ان شاء الله مساء كابتن اسلام المشهد واضح للفريق والجهاز الفني وكابتس عبد الحفيز والمجلس الادارة ايه الرد في الملعب مم مسابقة الدوري في الملعب اوك ومزالت في الملعب وانت ان شاء الله الاقرب اليها شكرا الاقرب اليها بالتزامك وتركيزك وصم ازانك لازم من حالة تصم ازان خلاص اقفل ايوه على نفسك لا تلتفت لأي شيء اي حد يكلمك اي حد يتناول الفريق بأي شكل لا خلاص انت ستتعرض بدءا من مباراة والرجلة اه لكثير من الاقويل واعتقد انه لعبة الاهل اصبح لديهم الخبراء وجهازهم الفني لديهم القدرة على الغلق على فريق وايه اكمال وانهاء مسيرة المسابقة الدوري 43 ان شاء الله اتمنى التوفيق للفريق اتمنى التوفيق لمسلمان في اختياراته اتمنى اللعيب ان شاء الله يدفه عن بطولته محافظة عليها ان شاء الله سيد سيني ان شاء الله يعني المرحلة الجاية مرحلة التحدي حي لفرقة الناد الاهل واللعبة الفريق والجهاز الفني لان طبعا هم وصلوا مفارق طرق مفارق طرق يعني الفوز ان شاء الله في مباراة ود الزجلة ساوي عد النقاط مع المنافس وده بمثل نقطة ضغط كبيرة جدا مع الفريق المنافس وربما يكون ده يعني عامل تأثير في الابواء الحالية اللي احنا بنكلم فيها من احنا عايزين بنكلم فيها من شوية منول نبذ التعصب ده احد اسبابها ان الاهل اقترب جدا من المنافس على اللقب واللي هتفاص باللقب ان شاء الله انا شايف ان فرصة الاهل عندهم احساد مسؤولية كبيرة جدا وده الرصد بطولة افريقيا وده الرصد بسهولة ان اللقب بطولة الدورة مش بعيدة عن فرقة الاهل الاهل مهم ان يعني كله يبزل جهده في المرحلة الجاية النقطة بقت غالية جدا على الجميع يعني حتى على الناس اللي يعني اللي هتوقع اللي هتهبط القسم التاني فيه تحديات جاية فيه تحديات جاية للاهل مش يعني مش هو فارس ومنطلق بكوة لكن فيه تحديات جاية وده المهم جدا ان اسلام ان هو يكون على مستوى هذه التحديات بداية من اصغر لعيب في الفريق المدير الفني ان شاء الله انا متفاعل جدا من المرحلة الجاية استاذ عسام يعني لا اضافة فنية الاهل يعرف طريقه والاهل يمتلك خبرات واسعة الاهل بات لديه استكمال مش اضافة لعيبته اللي جايه هما استكمال للتشكيل لكن نرجع لمدلول مهمة اوي لمصرنا الغالية زي ما قلنا مصر الجديدة حتى بالبياني اللي جاي لحضرك والعنوان الرئيسي وهو اقصاء هذا الشغب والتعصب والانقسام اتحاد القرى يملك فرصة اكثر من رائعة لي يعني غسل كل خطياء عليه ان يعلن المباريات وانا برضو بقول انهم اعلنوا بمباريات في نفس التوقيتات اصلي محمود مع بعضها عليه ان يعلن من الان حكام دوليين في قط الفران وفي الملعب وفي كل المنظومة في مواعيد محددة بتلفزيون محدد كل الاسابيع حتى الاسبوع 34 حكام دوليين مباريات الاه والزمالك في توقيت واحد مباريات منطقة الهبوط في توقيت واحد عليه ان يبدأ غسل احزننا على مواسم ضاعة في المناكفة اللي ملايش عازة لان يبدو كده ان الدولة المصرية ان شاء الله ناوية ان قواتنا النعمة وهي الرياضة وفي القلب منها كرة القدم وشوفنا ازاي الدراما من رمضان اللي فات والانتاج البرامجي والتلفزيوني بدأ يعود للمعانه هي ناوية ان تكون هناك كرة قدم صناعة حقيقية صناعة امن قومي وصناعة بهجة في نفس الوقت الجزء الفني الاهل القادر ان شاء الله يا رب ان شاء الله يعني انا بشكركم طبعا كالعادة حضراتكم دايما المتوجدين معانا وبنا استمتع بوجودكم معانا انا بشكركم شكرا جزيلا انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا ان شاء الله نلتقي غدا وحلقة جديدة من البيت كبير